الحقيقة الموضوع اللي هتكلم عليه دلوقتي يمكن الكلمة دي أول ما بنسمعها قلبنا بتقبط سواء بقى مرنة بيها أو ما مرناش بيها أول ما بتسمع كلمة خيانة كلمة قيلة قوي بتحس إنه إيه ده وعلى فكرة الخيانة مش مرتبطة نهائيا براجل أو ست لا 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 ممكن تبقى خيانة صديق للأسف خيانة أخ خيانة شخص وخلاص يعني مش مرتبط راجل وست لا 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 هي علاقة حصل فيها خيانة خيانة الزوجة خيانة الزوج خيانة صديقة أنا الحقيقة كنت بس معانا وبتفرج عليها في الأفلام والمسرسلات لكن للأسف الشديد أنا تعرضت في حياتي لخيانة قوية جدا 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 ويمكن سألوني قبل كده وهي مرة اللي ردت فيها معرفش حضراتكو تعرفوها ولا لا أنا تعرضت لخيانة صديقة بطريقة بشعة بشعة وكانت سبب في خطف ولادي وكانت بجينا البيت وتقعد معانا وتاكل معانا وتشرب معانا وهي على صلة بالبلطاجية اللي هيخطف ولادي لدرجة ان الكمباوند اللي أنا فيه كانوا بيمشوا ورايا بعربيات من بوابة الملاك اللي لا يمكن حد حضرتك أو حضرتك يدخلوها أو يخرجوا منها غير مالك الستيكر ده اللي على الإزاز أو معاك باس عشان تدخل أو تطلع فلما كنت بشوف العربيات دي بترقبني فكنت بقول للسكيرس اللي على البيب لو سمحت فيه ناس بيرقبوني شكلهم غريب يقولي إزاي يا فندم إزاي هيرقبوكي أو إزاي فيها عربية حريك بيت هيقلك لا يمكن حد يدخل من البوابة دي إلا ويكون من الملاك وللأسف لأنها جارتي في نفس الكمباوند هي بكل وقاحة إدت الباسات للبلطاجية عشان يخطفوا ولادي أنا الحقيقة الناس كلكا بتحضرني منها لكن بما إنها صديقة العيلة ولا يمكن كان يتشك فيها اكتشفنا بعد كده من النيابة أنهم ذكروا اسمها وقالوا إن الست دي هي كانت السبب في خطف الولاد وهي اللي تأمرت واتفقت وعملت كل حاجة وقبضت وتفتح لها حساب في البنك وأنا بشكرها جدا 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 من خلال برنامجي لأنها عرفتني إنها قد إيه حقيرة دي نمرة واحد نمرة اتنين قدتني درس عمري ما هنساه نمرة تلاتة معاقبة الشخص اللي خطف الولاد وده يمكن عمري ما كنت هعرف عاقبه إلا لما تمسك بالطريقة دي الحقيقة ضفتنا النهاردة اللايف كوتش الجميلة بنت سينة مروة فاروق إزاي إزايك يا نوليا اسمحي ليه ما قلتلكيش دكتورة ما فيش مشكلة أنا بينا صحاب أنا مروة صحاب طبعا أنا طبعا ما عرفش كل القصة العميقة اللي أنت حكيتها دي ربنا يكون فعوني وهو دايما أن الألم بيبقى على قد العشم وطبعا الخيانة ملهاش مبرر من أي حد بس خيانة الصديقة دي خصوصا الصديقة بتكون بتوجع أكتر بكتير من خيانة الزوب لأنها بتكون غير متوقعة ده كلمة صديقة الصديق ده من كلمة الصدق يعني جاية من الصدق فأنتي بتكوني خلاص مأمنة ومسلمة وحد في البيت ورايح وجاي والسر كل حاجة معاها فلما تيجي الخيانة من الصديقة بتكون أصعب أنا كان عندي حالة كانت يعني كانت متجوزة واتطلقت وبعد لما اطلقت اكتشفت أن سبب الطلاقة أو أنها اطلقت لأن جزء كان بيكلم صحبتها يعني كانت تعافت من موضوع الطلاقة خلاص لما اكتشفت أن جزء اتصدق بيكان بيكلم صحبتها وهو ده سبب الطلاقة رجعت تاني كأن من أصعب كتير من صدمة الطلاقة يعني صح أو لا رجعت بقولي كان يعني التطلاقة تعبت فيه وتوجعت ووجع كبير وكل حاجة لكن لما عرفت أن صحبتها يعني أصعب بقى من التطلاقة يعني دابل 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 يعني عشر مرات ووجع أكتر من الوجع طب إيه اللي يخلي الشخص يبقى فيه صفة الخيانة يعني راجل ست بأي شكل واحدة زي دين مثلا يعني أنا بعد كده اكتشفت أنه مش بس الفلوس اللي خلتها تعمل كده أنه هي طول عمرها بتحخد عليها وأنا ما كنتش أخد بالي النيس يعني يعني لو تكلمني مثلا على الخيانة الزوجية المفروض أن الست أو البنت لما تبقى مخطوبة لما تبقى متجوزة جزهة أو خطبها ده يبقى بتاعها هي يعني هو مش شركة مش لو بنيجي نخرج يلا ناخد صاحبتنا دي معينا مش لو جاب لها هدية توري كل الناس أنه هو جاب لها هدية يعني التمني أنها تتمنى حاجة عندك أنت جميلة هي مش جميلة أنت عندك عربية موديل معين هي ما عنداش أنت متجوزة هي مش متجوزة أي حاجة ممكن تتمنىها تقلب الحيقة والتمني ده النفوس بشرية بتمنى زوال بقى لما توصل للحيقة هي بتتمنى أنت ليه عندك وأنا ما عنديش أنت عندك كل الحاجات دي هي مش شايفة الحاجات اللي عندها هي شايفة الحاجات اللي عندها متعرفش حتى أنت تعبتي قد إيه ولا دفعتي تمنى الحاجات اللي عندك دي إزاي ولا عملت إيه ولا خسرت إيه قدام من يبقى عندك البيت دو أو يبقى عندك الولاد دولة أو هي متعرفش هي بتبص بس للنتيجة النهاية زي مثلا أن واحدة ابنها بقى بطل الجمهورية في السباحة في الرماية في أي حاجة الناس كلها بتبص إيه شوف ابنها بطل هي هما شايفوا هي تعبت قد إيه لحد لما يبقى ابنها بطل هما شايفوا النتيجة فحاقدين على النتيجة وبيتمنوا النتيجة وليه هي ابنها كده وأنا ابني مش كده ليه ابنها طلع الأول على السنوية العامة وأنا ابني مش ما انتم ما شفتوش بقى الاستبسل اللي حصلت لحد لما وصلنا لكده طب لو جينا للأصدقاء احنا كده كده في الراجل لما بيخون استيطة شطر قوي إنها تفتش وإنها تحس وإنها تحاول لكن إيه العلامات اللي ممكن أشوفها في الصديق أقدر أفهم إنه ده ممكن يبقى صديق خيان ممكن لما تكوني وانتي قاعدة مع صديقتك كده تبصي تلاقيها بتعلق عليك تعليقات مرزيفة كمان الخيانة يعني الصديقة اللي هتخوني كده بيكون إيها مؤشرات من الأول بس إنتي من قطر ما إنتي بتحبيها بتكوني مش شايفة إيه بقى مؤشرات ممكن تكون بتتكلم عليك كلام مش حلو مع الناس التانين تقول لها سر تبصي تلاقيها راحي تقليطه لحد تاني بكل دي علامات لكن إنتي بتكوني من قطر ما إنتي عندك ثقة كبيرة كبيرة ومأمنة تماما ما بتكونيش شايفة بقى أو حتى لو شفتي بتعملي نفسك مش واخد بالي زي بالضبط مع الزوج ما إنتي بتشوفي بس لا يعني أكيد لا لا سبحان الله مع الزوج بنعمل مشاكل يعني أول ما بنشم رحت الخيانة في الزوج المشكلة بتشتغل لا بس مش بتشتغل على طول بتشتغل لما إنتي تفتشي لكن لما حد تبصي تلاقي حد بينبهك أو كده بيبقى فيه انقار طب أسألك سؤال بقى أنا هسيب الكروت كبيرة تفضل هو هو أنت كل مرة أنه ليسيب الكروت كل مرة أهو حرفع إيدي وسيب الكروت تفضل عايزة أفهم هو ليه الست تتقبل أن جوزها يخنها وما تتقبلش أبدا أن جوزها يجوز عليها شيء غريب جد عايزة أنا بقى الحتة دي تخش كده طيب أنا هجواب الإجابة دي كبيرة شوية الخيانة يعني لما مثلا بيجي لي حالات أن جوزها خنها أنا بقى عايز أعرف الأول الخيانة دي كم في المية لو قسمنا الخيانة 30% 70% 90% 30% دي يعني واحدة اكتشفت أن جوزة مثلا فيه على موبايله بيعرف 10 ستات أنا بعتبر أن دي بالنسبة لي أنا أقدر سعيدها يعني مساعدة كبيرة جدا لأنه هو لسه في مرحلة إيه أنه هو عايز يعني إيه خيانة دي عشان يلاقي جوب تيه وعشان يلاقي حوالي ستات كتير ممكن يكون الستات اللي بيكلمهم دولة واحدة في المغرب واحدة في تونس واحدة في طنطة واحدة في المنوفية ومش واحدة موجودة معي دلوقتي فدي سهل إن إحنا نحل المشكلة ما فيش مشكلة لو 70% كانت الخيانة بتاعته يعني هو راح العلاقات بقى إيه كاملة فدي بيبقى إيه صعب العلاج شوية لأنه هو خلاص بقى عنده توقعات وحاجات وكتا لو الخيانة وصلت لنسبة التسعين في المية وهي الخيانة العاطفية يعني حب ممكن يكون أحايا دي العلاقة ده بيبقى القرار بتاعها هي لأن أنا مش هقدر سعيدها ده واحد بيحب عبها هي محبكيش أنت أنت بقلت إيدك اللا ثانية واحدة أنا قلت قبل كده ومش معنى إنه حب واحدة تانية أو تجوز واحدة تانية مش معنى خالص إنه ما بيحباش هي ده حالة لكن لما يكون أحايا دي العلاقة حضرتك بيحب أربعة وبيحب خمسة وقلت قبل كده ألبهم كبير جدا هم غيرنا يا دكتورة في واحد بيكون بيحب مراته ودي ستة كل أم العيال وحاببتي وروح قلبي والحاجات التانية دي وأنا بحب التانية وبرده وكده أنا بحب ستة كل دي عشان هي الستة الرزينة اللي اتحملت معايا في مشوار حياتي وأم عيالي وبحب الستة التانية دي عشان دي الستة الكيرفي اللي عجباني وبحب الستة التالتة دي أم عائلين اللي هو بيعنده علاقات مع ستة تانين لكن مراته دي حبيبته وكل حاجة لكن التسعين في المية دا الراجل اللي هو عنده بيعمل علاقة ما هو واحدة بس هو مجرد محب الستة التانية أهمل الستة اللي في البيت دي اللي بقى يكلمها والعايز يشوفها ولا بس ساعات بيبقوا شطر أو بيجيبوا هدايا وعقدة الزنب بقى بتطلع كل دا في اللي عنده سبعين في المية في الخيانة اللي هي اللي في النص دي اللي عمل علاقات لكن مراته في البيت موجودة ده عنده استعداد للتعدد اللي انت بتقولي عليه ده ويجيب لها هدية ويراضية وتمن إنها تسقط يعني لما بيتجاوز خلاص ما بيبقاش كده؟ أو يما بيبقى على علاقة بستة واحدة؟ الناس شخصيات فيه واحد في حتة السبعين في المية ده ممكن نرجعه تاني لمراته وأموره تبقى طيب لكن الرجل أحد العلاقة اللي بيحب واحدة يعني حب بفعلا حب وخلاص أهملها مش شايفها مش عايزها ما بيكلماش كأنه ميت بيكون معيها وهي تيجي تقول لنا يعني كنا كويسين وبتاع وخلاص ما بقاش موجود معي ده يبقى قصة العلاجة أو أنه يرجع لها تاني أو كده حاجة يعني مش ممكن صعب وهي اللي في إدها تختار لأنه حب في الخيانة العاطفية بيبقى صعب جدا أن الرجل يرجع تاني وغالبا الست لما بتخون الراجل بتكون الخيانة دي عاطفية عشان كده ست لما تخون الراجل ما تقدرش تدي جزء عواطف في الخيانة الزوجية يعني خلاص هي العواطف والحب والحاجات دي بقت مع حد تاني فما تقدرش تلاقيها خلاص مش عايزة تشوف جزء مش عايزة تعمل مع علاقة مش عايزة لأن خيانة في الست غالبا بتكون خيانة عاطفية أسبابها بقى أسباب الخيانة دي بقى كتير قوي تربوية وسلوقية وسقفية ومجتمعية يعني احنا مش في بحث بقى ولا فهنقلف كتاب دلوقتي لكن في سببين أهم سببين في الخيانة بيخلوا يعني هقول مثلا على خيانة الست للراجل اللي بيخلوا الست تخون الراجل الإهمال إن الراجل يهمل الست وإن الراجل يكون ضعيف الشخصية أو عنيف مثلا هي أسباب كتيرة جدا لكن إن الراجل يكون ضعيف الشخصية دايماً الست بتحب الراجل القوي قوي بقى في أي حاجة قوي في العضلات قوي في الشخصية قوي في المركز قوي في الفلوس قوة الست بتحب القوة فلو كان الراجل قوي الست خلاص بتكون كده مستقرة وفكرة إنها تخون بتكون بعيدة لكن كلما كان الراجل ضعيف الشخصية أو مهم للست بيعنفها بيهملها مش موجود أي حاجة بقيت الست دي مرشحة إنها تكون إنها تخون طبعاً الستات مش كده يعني لكن بتكون الست اللي عندها الصفاتين دولة في الجوزة هم دولة الصفات اللي بيخلوها تتسبب في كده وأنا عايز أأكد إن ما فيش مبرر للخيانة الخيانة ما لهاش مبرر نهائي إيه الفرق بين الغدر والخيانة؟ الغدر والخيانة؟ هم الغدر والخيانة هم اللي اتنين ماشيين على نفس الغدر فجأة الغدر فجأة أو ممكن الخيانة تكون يمتوقعوه من حد يعني خيانة الصديقة الخيانة الصديقة اللي انتي قلت عليها دي تعتبر يعني أصيلة في الغدر دي كومبو بقى أنا أصلى الحاجة الساعة لأنها غير متوقعة يعني الصديقة دائماً غير متوقعة غير متوقعة إنها تخون لكن الزوج متوقع إنه هو هيجوز عليك هيخونك يعرف واحدة بيبس بس معرفش إيه لكن الغدر ده بيجي بقى من إيه من القريب أو اللي غير متوقع وده دايماً بيكون الصديقة أو الصديقة يعني طب وليعوذوا بالله بقى احنا شفنا يعني أو بنشوف دلوقتي حاجات غريبة وحوادث غريبة بنشوف إخوات بيغضروا ببعض ده بيبقى فيه حاجة في التربية بقى يعني هل مثلاً الأهل فرقوا بين اتنين مثلاً أخ وأخ يعني أكيد فيه حاجة ده سبب اللي انت قلتين هم بيكون فيه التربية أصلاً أساسها مش سليم غالباً بيكونوا مفضلين مثلاً الولد عن البنات فيه في التربية حاجة مش لطيفة نفس الأهل يعني خلانهم أو عمامهم حصل فيهم الغدر ده جيني يعني ممكن الخيانة فيها هو شايفوه يعني شايفوه ان ده بيحصل حواليهم فهم كمان طلعين ان ده العادي ما هو انت لما تتعودي على حاجة وعينك تشوف الحاجة دي هيبقى عادي عادي بقى ان انا اخد زي ما بابايا اخد مراس خويته البنات مثلاً عادي ان انا اخد فلوس أختي يستداحوا بقى خلاص بيبقي استداحة لان ده العادي ما هو اخده وعيش وكان عادي محدش حاسبه ومحصلش حاجة فبقى العادي بتاع الموضوع دي يعني هل ينفع ان اخت بعد ما تنفصل وتروح تعيش وده قرم من اختها المتزوجة انها تاخدها تعيش عندها هل ينفع ان هي ترسم على زوج اختها بس دي حاجات شزا احنا ما نقدرش نقول تي بقى ننشوفها كتير حتى الدين والحاجات دي يعني نهو عن القصة دي لكن ده طلق اختها وجوزها هي ما هو بيحصل بقى بس دي حاجة شزا وفي فيلم افتقرت فيلم بتاع قصة القديم الكبير طه حسين الحب الضائع بتاعت نجيب بتاعت رشدي ابوزة وسعاد حسني صح واثبيت الزروة فيلم الحب الضائع ده كانوا اصدقاء كانوا اصدقاء وشوفي ازاي كانت بتحبها جدا وحبيوت قلبها وازاي خانتها معجوزة والغدر بقى والخيان شوفي هم الرسموا المشاعر دي بطريقة حلوة قوي دكتورة مروة انا دايما ببقى مش عايزة انهي معاكي الفاكرة عندي حاجات كتير بصوا شايفيني الكروت يا جماعة دي وبعدين سيبكوا بقى خلاص من التوبيك ده انا بتكلم دلوقتي من قلبي ده موضوع كبير بقى وعايز له ايه اعادات وصوالات وجوالات لكن للأسف وقت فقرتنا قلصت يخسار لكن احنا مع بعض اعطوه موضوعات ان شاء الله مشاهدينا فقرتنا قلصت وحلقاتنا كمان قلصت لكن صبرنا ونوليا ما بيخلص تستنونا الحلقة الجاية ويه سلام عليكم